أكد برنامج حساب المواطن أنه بناء على التوجيه الملكي باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدية البرنامج واستمرار فتح التسجيل علاوة على استمرار العمل بالبرنامج فقد تمت إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا وسيتم تطبيقها اعتبارا من دفعة شهر أكتوبر الجارية التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص رب الأسرة والتابعين أعلى من ثمانية عشر عاما وثلاثة تابعين أقل من ثمانية عشر عاما إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم بأن لا يتجاوز مجموعة دخل المستفيد وأسرته مبلغ عشرين ألف ريال وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق